الاهلوية اللي بيتفرجوا هيقعد يقولك في حالات كتير اوي كانت لصالح الزمالك والزمالكوية اكيد هيكونوا سعداء ان هما يعرفوا الناس مدى الظلم اللي تعرض لي نادي الزمالك على مدار سنوات طويلة في كرة القدم على مدار سنوات هتلاقوا ضرب الجزاء مش صحيحة اتحسبت للزمالك او كرة اوف سايد اتحسبت جون نفس القصة بالنسبة للاهلي برضو يمكن الموضوع بيكون اكبر شوية لكن في مباريات القمة ما بين الزمالك والاهلي هتلاقوا دايما من يظلم هو الزمالك على مدار سنوات بقى في السبعينات والثمانينات والتسعينات وكل طول الوقت سواء حكم اجنبي او حكم مصري حتى في ظل اختيار مين اللي يحكم فاكرين سنة ستة وتسعين كنت لعب في باك الوقت نادي الزمالك مش عايز ادري عبد العظيم وايضا النادي الاهلي مش عايز جمال صدقي وقرروا تعيين كابتن جمال الغندور وخلاص الرجل اللي نازل يسخن وهيلعب قرار بان ادري عبد العظيم هو اللي هيحكم هذا اللقاء قرار مين وايه اللي استفادة اللي ممكن ياخدها اتحاد الكورة من رفض الزمالك لحكم ورفض الاهلي الحكم وفيه حكم مونديالي وحكم جمد جدا اسمه جمال الغندور محكمش ليه ليه اختار الحكم اللي على هوا النادي الاهلي مثلا واللي الزمالك رفضه ده كلام يعني يمكن انا عرفت كمان يا جماعة اسرار لا استطيع ان انا اقول على هوا قانونيا يعني ممكن اجازة ولا حاجة لكن اعلم جيدا في كل حكام مصر من هو اهلاوي جدا ومن هو زمالكاوي ايضا ومن يعني مين اللي بتكلم قدام صحابه قدام ناسه وممكن يقطع في الزمالك ويقول ان هو اهلاوي ومش فارق ومين كان يقولك انا اهلاوي اه بس انا بحكم بحق ربنا ومين كان بيعيط عشان خطر بيحب النادي دوة معروف حاجة كتير اوي احنا عارفينها لكن احتراما لنفسنا ما ينفعش نقول هذا الكلام لكن في بعض الاحيان الزمالك كان بيظلم عن قصد كان فيه قصد في ظلمه وشوفنا الحالات المبارح حالات غير طبيعية ولا منطقية ولا احد يستطيع انه يقول يعني ان الحكم ده شافه ما شافهاش ولا 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 لكن قولا واحدا اه ازا مالك يمكن في مطشط كتير على مدار سنوات خد حاجات مش حق وده في كرة القدم على فكرة ما فيش نادي في العالم ما فيش نادي فيك يا عالم ما خدش حاجات ليه وحاجات عليه لكن هناك توقيتات بعينها بيكون التحكيم حاسم لصالح نادي وهناك توقيتات بعينها في نهاية مشوار دوري علي ما علي يا ولية ما لية بيحسم الدوري بمباريات بتنهي الدوري وعرفينها كلنا طيب الرغي كتير ممكن قناة الاهلي ومن هو يعني يعشق النادي الاهلي واحنا هنا بنحب الزمالك وانا كابتن الزمالك وعندنا اعداد محترم ورأساء تحرير محترمين وانا عنا نجيب فيديوهات والاخر يرد علي فيديوهات طبعا الاخر مش يعرف يرد فيديوهات مباراة قمة يعني لان مباراة القمة لم يزل من نادي الاهلي في اي مباراة قمة لو ظلم مرة الزمالك ظلم عشر اتنشر خمستاشر مرة وكلهم قرارات تحس انها مش غلطة كده عفوية يعني لكن ايه الحل احنا عندنا دوري مصري بنمتلك دوري في مجموعة من اللعيبة المميزين وفي مجموعة من الاجانب على فكرة في بداية الموسم كان الناس ضد وجود اربع اجانب انا شايف ببقاش في مشكلة في الموضوع ده اربع اجانب خمس اجانب ست اجانب القصة ببقيتش منتخب ضعيف ولا منتخب قوي القصة ان انت لو عندك لعيب قوي مصري هيلعب على اي حد يعني محترامي اللي بيجي يلعب عندك دلوقتي بقى لعيب منتخبات زمان كان معظم لعيب الافرقة ما بيلعبوش منتخبات او ما بيلعبوش في منتخبات بلادهم مش بتكلم على فرق الاهلي والزمالك فقط على كل الفرق وبالتالي انت مش هتجيب لي افريقي المجرد ان انت عايز تجيب افريقي وخلاص او لعب اجنبي وخلاص والمصري عندك احسن منه دلوقتي انتوا شايفين مثلا مثلا مروان محسن مثلا في النادي الاهلي دلوقتي بعد ما خفه وبتاع بقى هو الاساسي على وليد ازارو اللي كان جاي من نادي درجة تانية في المغرب ثم انتقل موسم واحد لدوري الدرجة الاولى في المغرب ثم انتقل لنادي الاهلي وعمل موسم كويس وطلع الهداف لكن ده مش مقياس فبالتالي اللاعب المصري بيفرض وجوده على اي حد لانه لعب موهوب الا انت بقى لو جايب لعيب في قيمة فرجاني ساسي جاي يعني حتى حمد النجاز لعيب كويس جدا جدا يعني هجوميا لكن في بعض الاحيان ممكن نقول ان حازم امام برضو لعيب كويس جدا كلعب بديل له يعني وفي ناس تفضل حازم وفي ناس تفضل حمد النجاز فرجاني لا غبر عليه نفس القصة بنسبة الحميد احداد الناس تفضل قهرباء الناس بتفضل حميد مفيش مشكلة فاحنا بنتكلم ان دوري عندنا اجانب ان شاء الله في طريقنا لتطوير الملاعب عيب قوي يا جماعة عيب قوي عيب قوي يكون اكبر فرقتين في الوطن العربي الزمالك والاهلي ما عندهمش ملعب لغد الوقتي مش عارفين الملعب هيتلاعب فين مباراة القمة هتتلاعب فين البرج العرب استاد الجيش ببرج العرب يتقفل عشان صيانة الملعب من النجيلة بعد ما استهلك استهلاك رهيب بجانب الجو الصعب وخصوصا كمان في اسكندرية وفي برج العرب مساحة مفتوحة جدا وبالتالي الرياح وكلام يعني وفي النهاية ملعب شفتوا بقى عامل ازاي النهاردة كمان قرار غريب انا من وجهة نظري غريب من الاتحاد الافريقي لقرة القدم بيقول للزمالك والاهلي شوفوا لكم ملعب تاني غير برج العرب زمالك طبعا عايز بيترو سبورت وامنيا لو في موافقة هيبقى تمان لو ما فيش موافقة هيروح للسادس السويسي ولكن الاتحاد الافريقي يعني هم المصرين اللي بيطلبوا ده ولا مين في النهاية احنا بنلعب على ملاعب منايلة بنيلة في افريقيا يعني بنلعب على ملاعب سيئة للغاية بنلعب على ملاعب نجيل صناعي قديمة جدا 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 وطبعا في ملاعب قويسة اش معنى في الملاعب دي بيتوافق الاتحاد الافريقي ان انت تلعب في اي حتة وفي اي ملعب في افريقيا وتقعد في اي قتيل وفي اي فندق وفي اي اقامة ونيجي نتكلم على برج العرب يعني يتلعب مش هينفع يتلعب عليه منشاط في افريقيا تاني لكن احقاقا للحق ملعب برج العرب ملعب رائع جدا لكن محتاجها قصيانة ومحتاج ان ملعبنا تتحسن اشتركوا في القناة